تقول الولايات المتحدة أن أفغانستان قد تكون سائرة باتجاه حرب أهلية وتقول أيضاً أن الجماعات الإرهابية قد تستثمر هذه الفوضى لتحقيق مكاثب قراءة عسكرية لوقع البلاد بعد انسحاب القوات الأجنبية أجرها رئيس أركان الجيش الأمريكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز من المحتمل أن تتطور الظروف في أفغانستان لحرب أهلية لا أعرف ما إذا كانت طالبان قادرة على تعزيز سلطتها وإقامة حكومة لكنني أعتقد أن هناك على الأقل احتمالاً كبيراً لوقوع حرب أهلية محتملة وذلك سيؤدي في الواقع إلى حالة من الفوضى يمكن أن تؤدي تالياً إلى إعادة تشكيل القاعدة أو نمو تنظيم داعش أو الجماعات الإرهابية الأخرى المسؤول العسكري والأمريكي توقع أيضاً إمكانية عودة الإرهاب تلقى من تلك المنطقة في غضون سنة أو اثنتين أو ثلاثة مؤكداً أن بلاده ستراقب ذلك الأمر لكن مع خروج الولايات المتحدة بشكل نهائي من أفغانستان يصعب تحقيق مهمة المراقبة ووفق رئيس أركان الجيش الأمريكي أصبح الحفاظ على الأمن وجمع المعلومات الاستخباراتية في كابل أكثر صعوبة ولحل هذه المعضلة سيتعين على واشنطن إعادة إنشاء بعض شبكات الاستخبارات البشرية المحلية وبالتعاون مع الحلفاء ولم يوضح القائد العسكري الأمريكي إمكانية التنصيق في هذا المجال مع حركة طالبان ويقول ميلي أن توفير تلك الشبكة سيمنح واشنطن القدرة على شن عمليات هجومية إذا كان هناك أي تهديد لها إذ وفق المسؤول العسكري من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة أكثر أماناً بعد انسحابها من أفغانستان اشتركوا في القناة